بسم الله نبدأ وعلى طاعته ان شاء الله هناك تمام ابنائي طلاب الصف الأول السنوي نلتقي مع حصة جديدة شو الفيزياء وان شاء الله النهاردة استكمال الحصة اللي فاتت عن الطاقة الحصة اللي فاتت احنا كنا نجمع كده سريعا اللي احنا قلناها في الحصة اللي فاتت عشان نكمل يعني ايه طاقة مجانكية ويعني ايه انواع الطاقة وبإذن الله عمديها تطبيقات اكتر في حصة الاثنين اللي جاي او الاسبوع اللي جاي بالكامل ان شاء الله طيب نفتكر كده انا قلنا ايه في الحصة اللي فاتت اعنا في الحصة الماضية كنا اتكلمنا عن الطاقة وعرفنا ان الطاقة هي القدرة على بزل شغلة واحدة سنوية او امكانية بزل شغلة وعرفنا ان الطاقة المصدر الرئيسي لها اللي هو ايه الشمس طبعا الطاقة واحدة قياسها الجول اللي هي زيها بالزبط زي الشغل اللي هي نيوتن في المتر او كيلو جرام في المتر تربيع على الثانية ايه تربيع او كيلو جرام في المتر اه في الثانية والسالم اتنين طيب عرفنا بعض استكملنا بعد كده وعرفنا ان الطاقة ابعدها كيلو جرام طبعا احنا عارفين ان الجول كيلو جرام في المتر تربيع في الثانية والسالم اتنين وبالتالي تبقى أبعاد الطاقة عندنا هيا يبقى أبعاد الطاقة عندنا اللي هي Kollege تبقى m. 10 تبقى L تبقى l تربيه السانية والسالب اتنين تبقى Ti السالب اتنين. تبقى J J اللي هي m في l تربيه في T السالب اتنين. طيب عربنا من الطاقة زيığا زي الشغل. اللي هي كمية ييبقى أيوا حباظه عليك. اللي هي من الكميات الفيزيائية الاساسية. لا الكميات الاتذيائية المشتقلة مش الاساسية. ليه مستر الكلام ده? طبعا ده مشتقلة وقياسية. ازاي? ده هي مشتقلة لانها في النهاية خلص هي كمية مشتقلة لانها بتنتج من عدد من الكميات الاساسية. كمية قياسية لانها بتنتج من ايه? قلنا قبل كده ان الطاقة زيها زي الشغل. دي اللي هي القوة في الازاحة والقوة متجة والازاحة متجة. ازا هي كمية مشتقلة انها بتنتج من حاصل ضرب كميتين متماثلتين. طيب تعالا بقى كده نكمل مع بعض. واعرفنا بعد كده ان الطاقة خدنا انواع كتيرة لها ومصادر. ولكن خدنا اول نوع اللي هو طاقة ايه? طاقة الحركة. طيب طاقة الحركة اللي هي احد صور الطاقة الميكانيكية. طاقة الحركة اللي هي ها? تكرتها معي? يلا طاقة الحركة اللي هي الطاقة اللي بيمتلكها الجسم. نتيجة حركته. طيب طاقة الحركة يا اخوان. طاقة الحركة يا اولاد. طاقة الحركة يا شباب. ببساطة خالص. افتكر كده معي. كنا بنحسبها ازاي ها? طاقة الحركة الشغل المبزول اثناء الحركة. يبقى طاقة الحركة. احنا ممكن نقول لها? نقول ان هي ايه? هي الطاقة اللي بيمتلك ها الجسم. تيها الحركة. او هي الصغيرة المفسجية اسنى الحركة. طقط الحركة اللي هي الكي اي. اللي هي نص امن في تربيه. كي اي. اه اللي هي طقط الحركة بالجول. الام الي هي الكتلة اللي هي بيه كيلو جرام. ولف اللي هي هي السرعة بالمترة على الثنين. يبقى كان بتسوي ايه؟ ايوه بربو عليك. نص م في تربيه. طب حضرتك هنا كتيب لنا وفتلك هنا بقى. في الحركة الطبيعية لو الجاسب. انا هنا لو بحسب طاقة الحركة النهائية او في الاستنتاج. كنا قدرنا نجيب طاقة الحركة بداية اللي هي السرعة النهائية اللي هي. يبقى احنا افتكرنا مع بعض ان الطاقة هي القدرة على بس لشغلها واحدة يس تغيير. وين? الطاقة اللي هصور لها مصادر. اهم المصادر للطاقة على صفح الارض. اللي هي الطاقة ايه? الطاقة الميكانيكية. طيب والطاقة الميكانيكية مسلا. اللي هي عبارة عن ايه? يلا بقى كده معايا بسرعة. الطاقة الميكانيكية اللي هي كانت طاقة وضع وطاقة ايه? حركة. طاقة الحركة اللي هي او الطاقات او الطاقات الميكانيكية اللي هي الطاقة اللي بيمتلكها الجسم نتيجة لحركته او الشغل المفزول من الجسم اثناء الحركة. قولنا نطاقة الحركة كان بتقدر بنص تربية. وخدنا عليها مجموعة تدريبات الحصة اللي فاتت بس الحصة دي ان شاء الله هنجمع بقى الطاقة التانية اللي هي طاقة الوضع بس ما ما نفتكر كل حاجة عن طاقة الحركة طاقة الحركة بتوقف على ايه طاقة الحركة مستر ما هي باينة خلص من القانون الام والفي تربيع بنت من السؤال اللي ظاهرت قدامنا ايه اللي ظاهر قدامي له ام اللي هي الكتلة والفي اللي هي السرعة وبالتالي هنا يبقى طاقة الحركة تتناسب طرديا مع الكتلة طبع السرعة بس استنى يا مستر ده هنا في تربيع يبقى تناسب طردي برضو ولكن تناسب طردي مع مين مع البي تربيع يبقى مع ولادي المحترمين كده انا عرفت كده ان الطاقة هي عبارة عن ايه برافو عليك ان الطاقة الميكانيكية ان الطاقة هي القدرة على بس لشغل كدنا صور كتير للطاقة ولكن ارجع لحصة الاتنين اللي فات هتلاقي صور الطاقة وهتلاقي مصادر الطاقة ولكن النهاردة بناخد صورة واحدة بس اللي هي طاقة الميكانيكية بس صورة مركبة شوية لانها بتتكون من طاقة وضع طاقة حركة كلمنا عن طاقة الحركة الحصة اللي فات ولكن بنتذكرها بس اللي هي الشغل المفزول اثناء الحركة او هي الطاقة اللي بيمتلكها الجسم نتيجة حركته واللي هي بتتوقف على العاملين الكتلة ومربع السرعة وتنسب طرد مع العاملين طيب طاقة الحركة كنا بنمثلها بيانيا في علاقة بين ايه ايوة ام وفي تربيع لانها علاقة عكسية بين الاتنين يبقى ام واحد على في تربيع او في تربيع واحد على ام وبالتالي يبقى من المعلاقة البيانية هنا تساوي ايه يلا بسرعة اللي هي الفي تربيع على واحد على ام دلتا في تربيع على دلتا واحد على ام احنا قلنا الميل دايما بالدلتا اللي هي تساوي رقمياً M في الفي تربيع اللي هي تساوي الكي إي لا اتنين كي إي عشان الكي إي بتساوي نصف M في تربيع وبالتالي الام في الفي تربيع هتساوي اتنين كي إي رجعنا على اللي خدناه الحصة اللي فاتت ده بشكل سريع كده عشان نربطه بس بالطاقة الجديدة اللي هنتكلم عليها النهاردة اللي هي طاقة الوضع اللي هي الجزء التاني من طاقة الحركات أنا هنا ظاهر لك كده في البداية شوية حاجات بسيطة كده عشان تتخيل طاقة الوضع الشخص اللي بيسقط عن طريق آآ مظلة أو عن طريق آآ أي شيء ممكن يتحرك بيه ده عبارة عن إيه ده شخص بيتحرك يا مستر ده شخص بيتحرك نتيجة لإمتلاك ولطاقة وضع طيب السلك الزنبوركي هو بيتحرك ليه بالمنظر ده بيستمع التحول طاقة الوضع لطاقة إيه حركة طيب إيه رأيك بقى إن فيه طاقة وضع كيميائية أساسا اللي هي مختزنة في الغذاء ومختزنة في الوقود ومختزنة في طاقة وضع تختزن في الإلكترونات دي اللي بتتحول بعد كده إلى طاقة كيميائية ومنها إلى طاقة ميكانيكية طيب تعال مع بعض بقى ندرس طاقة الوضع بالتفصيل ناخد أكتر من المسال عليها وإن شاء الله حضرتك تنتظرني الإسبوع اللي جاي كامل ندرس طاقة الوضع كلها وطغط الحركة كاملة وناخد تدريبات نرجعهم تاني بسرعة وناخد تدريبات عليهم وبعد كده يبقى رئيسنا قانون بقى الطاقة وإن شاء الله يكون منهجنا خلص ونبدأ مراجعتنا المجمعة الجميلة اللي إن شاء الله تفيدنا في الانتحانات كويس جدا طيب بص كده معاي هنا إيه رأيك الجسم اللي موضوعه في أعلى ده آآ لعب الأطفال اللي هي موجودة فوق اللعبة دي كده يا شباب هنا ده كده يمتلك طاقة وضع عشان كده بيتحرك من أعلى مش شرط إنه هو يكون يمتلك طاقة مش شرط إنه هو يمتلك يمتلك مطور لا ده هو بيتحرك تحت تأثير تحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة زي المية اللي بتسقط في المساقط المية زي أي جسم موجود على في الأعلى زي اللي هي قبل أنزة في فكرها اللي هي بتاعت نيوتن زي الوطن المجدود أو القوس المجدود زي السلك الزنبوركي كل زي السلك الحلزوني كل دي يا شباب عبارة عن طاقة إيه وضع يبقى طاقة الوضع هنا هي الطاقة المختزلة بالجسم النتيجة لتغير موضوعه أو حالته أو هي الشغل المبزول لتغيير حالة الجسم لإني لما رفع الجسم الفوق أنا بزلت على شغل فاختزنت جواه بمبدأ بقاء الطاقة إنه هو هنا هيحتفظ بالطاقة بداخلك حتى تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة الوطن بتاع القوس الوطن بتاع النبلة الصغيرة دي لما ساعدته للخلف اكتسب مني طاقة وضع وبالتالي لما تركه هيفرغ طاقة الوضع في السهم على هيئة طاقة إيه على هيئة طاقة حركة يبقى هنا يا شباب قلنا تاني إن طاقة الوضع هي الطاقة المختزلة بالجسم النتيجة لتغير ايه موضعه أو هي الشغل المفزول من تغيير موضعه يبقى احنا عرفنا مع بعض إن الطاقة الميكانيكية كانت عبارة عن طاقة وضع وطاقة حركة طاقة الحركة الشغل المفزول أسنا了 الحركة طاقة الوضع الطاقة مختزلة في الجسم نتيجة لتغير موضعه واللي هي بتتحول بعد كده الى طاقة ميكانيكية الى طاقة حركة فيما يسمى ببقاء الطاقة الميكانيكية وانا ان شاء الله يكون درسنا الاقيل بعد كده طيب طاقة الوضع نقبل نحسبها رياضيا اه نستنتجها كده زي ما استنتجنا الطاقة الميكانيكية ولكن هنا زي ما قلتلك ما يهمنيش خطرات لاستنتج قد ما يهمني انه حضرتك تفهم ازاي تركب قانونين في بعض عشان تقدر تحلي بهم اي مسألة موجودة خد بالك من القوة المؤسرة اذهب والطاقة دي اللي هي نتجه من ده حصل ده بالقوة في الازاح طب الجسم اللي احنا رفعناه الى اعلى من القوة المؤسرة عليه دي اكيد قوة وزنه يا مستر لان هي قوة الوزن هي اللي بتؤثر على الجسم من اعلى الى اسفل. وبالتالي تبقى قوة الوزن اللي هي الاف بتساوي ايوة ام في جي. اللي هي الواد بتساوي الام في الجي. الكتلة في عاجعة الجزبية الارضية. معنى كده ان حضرتك تاصل ان انا شيل الاف وحط الام في جي برافو عليك. يبقى الشغل على فكرة لو رجعت للحصة اللي فاتت. لو رجعت الحصة اللي قبل اللي فاتت على الشغل والطاقة. لو رجعت للشغل الاسبوع اللي فات. هتشوف نفس الكلام بالزبط. انا عايزك ترجع ليه? حصة الاسبوع الماضي. سواء كانت على اليوتيوب. على اليوتيوب وزبط تربية والتعليم. على اليوتيوب منصة البس المباشر. يا اما على البس المباشر من خلال آآ حصص الاسبوع الماضي اللي موجودة على صفحة البس المباشر. طيب ارجع لي كده تاني. طبعا هنا دي بالنسبة لنا الجسم اللي موضوع في الاعلى. خلاص احنا بنقول ان دي اللي هو الهايس اللي هو الارتفاع. طب يبقى انا بقى ممكن اشير كل حية من دول. معنا كده ان اللي هي الشغل الورد بتسوي ايه بقى يلا. ام في الدي. اللي هي ام في الجي في الاتش. ما احنا شلنا اشلنا ايه الاف في الدي. اللي هي الام في الجي في الاتش. ما احنا شلنا الاف وحطينا ام جي. وهو شلنا الدي وحطينا الاتش. ايه ده مستر هو ده مش اكتسبوا نتيجة موضوع عشانا? اه يا مست. طيب يبقى كده طغط الوضع هي الشغل المبزول لأثناء وضع الجسم في مكانه او الشغل المبزول على الجسم اللي هي نفسها تبقى الام في الجي في الاتش يبقى البي اي بتساوي ايه? ام في الجي في الاتش. ام كتلة الجسم والجي اللي هي عائلة الجزبية الارضية والاتش اللي هو ارتفاع عن سطح الجسم. يبقى احنا كده اتكلمنا مع بعض وعرفنا نستنى على فكرة قلتلك تاني انا ما يهمنيش من الاستنتاج اكتر من ان حضرتك تتعود على ازاي اركب قانونين في بعض. ازاي? على فكرة هنا لو رجعت للحص الاسبوع اللي فات فعلا هتلاقيني. هتطلق مسألة على الجزء ده? ايه ده بيستر قبل ما تشرح? لا مش قبل ما تشرح. انا حاطت مسألة عشان اعرفك ازاي? لما قولي ان الشغل يرفي في الدي وان الجسم يوم موضوع في الاعلى. وبالتالي القوة المؤسرة عليها تبقى ايه? الام في الجيل اللي هي قوة وزنه. والارتفاع بتاعه اللي هو اله اللي هي. هتم ارتفاعه على سطح الار. وبالتالي الشغل في الحالة دي. ما هو هنا ممكن يسألني يقول لي ايه? احسب الشغل المفزول على الجسم. ايه ده? الشغل المفزول على الجسم. والله بقى المواطيات بتاعة تجيب الشغل. يبقى انا صح. المواطيات بتاعة يجيب طاقة الوضع. انا صح. لانه في الحالتين. الشغل هو طاقة الوضع ده اذا كان الجسم في مكان معين. طب اذا كان الجسم يتحرك من اعلى الى اسفل او من اسفل الى اعلى او باي حالة هيبقى الشغل المفزول هو طاقة ايه? الحركة زائد طاقة الوضع. لانه هو واخد ارتفاع وفي نفس الوقت واخد سرعة. طب اذا كان الجسم يتحرك افقيا وانتفاعه صفر. طاقة وضعه هنا صفر ولكن هيبقى ليه طاقة ايه? حركة يبقى الشغل هنا طاقة الحركة. لا ده تعالى بقى ده الموضوع طلع كبير او كلا يا مستن. يعني حضرتك تقصد ان الشغل هو اي طاقة يمتلكها الجسم. اي طاقة يمتلكها الجسم هي عبارة عن شغل. ليه? لان الطاقة دي هي اللي قدت الى تحريك الجسم ازاحة معينة. هي الطاقة دي اللي هي تنتج من قوة قدت الى تحريك الجسم وبالتالي فهي قوة تبزيل شغل. ما احنا قول لها قبل كده لما الاول ان القوة بتبزيل شغل امتى? لما القوة تحرك الجسم ازاحة. طيب عرفنا فقط الوضع اللي هي البي اي بتساوي الام في الجي في الاتش. طيب يبقى طاقة الوضع كده. الكتلة? ايوان. الطاقة طبعا بالجول? لانها طاقة. وبالتالي هي نفس وحدة القياس الطاقة اللي هي الجول اللي هي نيوتن في المتر. اللي هي كيلو جرام في المتر تربية على السنية تربية. طيب الكتلة? كيلو جرام. الجيل اللي هي عاجة الجزيرة الارضية اللي هي المتر في السنية. المتر على السنية تربية او المتر في السنية او السلب اتنين. والاتش اللي هو اللي هو ايه? الارتفاع اللي هو بالمتر. وبالتالي الجول اللي هو اللي هو اللي هو كيلو جرام في المتر تربية في السنية والسلب اتنين. يعني طاقة الوضع. هي نفس ابعاد وهي نفس وحدة القياس طاقة الحركة. هي نفس ابعاد وهي نفس وحدة القياس الطاقة الميكانيكية. وهي نفس ابعاد ونفس وحدة القياس الطاقة. بكل انواعها. والشغل بكل أنواعه لأن الطاقة والشغل هم شيء واحد لأن لهم نفس القياس ونفس الأبعاد طيب تعال بقى الطاقة الوضع هتتوقف على إيه؟ ما احنا لسه أمين من شوية طاقة الحركة تتوقف على كانت عاملين الكتلة والسرعة طاقة الحركة كان بتتوقف على الكتلة تتناسب طردي والسرعة تتناسب طاقة الحركة طرديا مع مربع السرعة ولكن هنا طاقة الوضع بقى هتتناسب معه من القانون على ثلاثة هوامل مصر مش الجيل هي عاجلة الجاذبية الأرضية سبت لا ارجع بقى لشدة مجال الجاذبية كده وحضرتك هتعرف إن عاجلة الجاذبية الأرضية هي شدة مجال الجاذبية عنده نقطة طب إذا تفرض إذا كان الـ H كبير الارتفاع كبير الجسم ده عند ارتفاع مرتفع عند ارتفاع عند أمر صماعي مسلا أو طيارة بطير فيه الأعلى الجيل هتختلف ولا لا؟ آه هتختلف فهو الجيل تقل كلما ارتفعنا عن سطح الأرض إذا حضرتك هنا بقى لازم تتعود جدا إن ما فيش حاجة اسمها الجي سبتة الجي بتختلف ده حتى على سطح الأرض بتختلف من مكان إلى آخر الجي من مكان إلى آخر على سطح الأرض بتختلف الجي من مكان إلى آخر طبعا الاتفاع بتختلف والجي بتختلف طبعا للكوكب قد يكون كوكب وكوكب آخر فبالتالي الجي كبان هنا ايه؟ هيحصل لها عملية قرارة طيب إذا أنا عندي بقى كده تلات عوامل تؤثر في طاقت الوضع إيه هما؟ الام يا مسلا ربو عليك مين الام؟ الام اللي هي الكتلة طب تناسب بتاعها؟ تناسب طردي العامل التاني يلا الاتفاع اللي هو الـ وبرده تناسب طردي ومين التالت بقى؟ اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية وبرده تناسب ايه؟ طردي أو شدة مجال الجاذبية الأرضية سواء كده أو كده انت اتنين صح طيب عرفنا مع بعض العوامل اللي بتوقف عليها طاقت الوضع طب نقدر نمثلها بيانيا طبعا زي طاقت الحركة بس خل بالك هنا بقى أنا عندي هنا ثلاث عوامل بسيطة بسطر طب ما هو كان هناك في ثلاث عوامل بس كان منهم عامل ثابت اللي هو بنص وعشان كده لما رسمنا العلاقة بين الفيتر بيعه واحد على ام طلعت اتنين كي اي هنا بقى نرسم العلاقة بين ايه؟ ايه رأيك بقى؟ انا هرسمها بين الام واحد على اتش او اتش واحد على ام ازي براحتك طب لو اكتر من كوكب اكتر من مكان او انت اختلف جي مفيش مشكلة انت رسمت العلاقة بين اتنين هيجيبوا الاتنين التانين يعني هنا الميل ام على واحد على اتش او دلتا ام على دلتا واحد على اتش اللي هي هتساوي رقبيا ام في الاتش اللي هي هتساوي بي اي على الجي وبالتالي يبقى الميل هنا بيتساوي طاقت الوضع على عجلة الجاذبية الارضية طيب احنا كده عارفنا مع بعض الطاقة انها القدرة على بس لشغل وعرفنا ان الطاقة لها مصادر وصور كتير واهمها اهم مصادر الطاقة اللي هي الطاقة الشمسية اللي هي بتتحاول لكل الطاقات بعد كده او الشمس اللي هي مصدر لكل الطاقات على سفح الارض ولا من الصور كتير ولكن احنا بندرس هنا طالعا بندرس قوة وحركة فاحنا خبنا الطاقة الميكانيكية اللي هي عبارة عن طاقتين طاقة وضع وطاقة ايه حركة? كلمنا عن طاقة الوضع اا كلمنا عن طاقة الحركة في البداية وقلنا هي الشغل المبزول اثناء الحركة وهي الطاقة المختزنة في الجسم اا نتيجة حركته. طيب وقلنا ان كي اي اللي هي طاقة الحركة بتسوي نص ام في الفي تربية يعني بتتناسب ترضيها مع الام وترضيها مع مربع السرعة. ورسمنا علاقتها البيانية وهنا رجعنا على طاقة الوضع. وعرفنا ان طاقة الوضع هي. ربو عليك هي الطاقة المختزنة في الجسم? نتيجة موضعه. وعرفنا ان طاقة الوضع هي نص ام في تربية. ايه طاقة الوضع اللي هي اه ام في الجي في الاتش اسف. الطاقة الوضع ام في الجي في الاتش. طاقة الوضع هنا تتنسب ترضييا مع الام وترضييا مع الجي. وترضييا مع كمان الارتفاع وقلنا كمان ان طاقت الوضع ممكن نرسمها بيانيا بالاي شكل طبعا من اي كميتين ده ما اخذ مثال واحد للتمثيل البياني. تعال بقى معايا نعرف بعض الحاجات كده وبعض الأمثال البسيطة اللي لو شفتها قولي إن الجسم ده عنده طاقة وضع وهتتحول إلى طاقة حركات إيه رأيك بقى أنا هبدأ به الأتقل وبين الأبعد اللي هو طاقة الوضع المختزنة في الإلكترونات داخل أي بطارية أو داخل تفاعل كيميائي بقى هنا ليه الإلكترونات بتتحرك لأن الإلكترونات عندها طاقة وضع ناخد بالنا يا شباب طبعا هنا هنعرف إن فيه اتجاه الإلكتريك اللي هو الموجب للسالب والاتجاه الإلكترون اللي هو من السالب إلى الموجب وإن شاء الله أنت وإنت في السنوية كده هتعرف إن دول اتجاهين حقيقي واصطلاحي الحقيقي اللي هو من السالب الموجب اللي هو حركة الإلكترونات الاصطلاح اللي وضعت عليه كل قوانين الفيزياء وصعب تعديله اللي هو من الموجب إلى السالب وفي وقتها إن شاء الله لو ربنا ده نعمل ممكن نفسر لك ايه السبب بس عشان ما ما يحصلش تدخل بين الافكار دلوقتي لكن طاقة وضع الاليبترون داخل النواهي هنا هو عنده طاقة وضع لما حررته لما وصلته عن طريق موصل بين الطرفين اقتلفي الجهد حضرت الخط في الاعدادية ان مرور طيار كهرامي يلزم ليه فرق في الجهد ما وهنا طرف الموجب والطرف السالب بينهم فرق في الجهد فرق في الجهد يعني يعني في فرق في الطاقة يعني في واحدة عنده الكترونات وطاقة وضعها كتير او كبيرة وواحد تاني الكترونات وطاقة وضعها ايه اقل وبالتالي هتتحرك الالكترونات بالسهولة جدا من الطرف السالب الى الطرف الموجب عن طريق وجود فرق في الطاقة او عن طريق طاقة وضع الالكترونات الموجود في القطب السالب للبطارية طيب تعالى ناخد مثالت ايه ده السلك الزموك المضغوط اللي هو ايه سوستة المضغوط توسط العربية سوستة الالم هنا بنسميها طاقة الوضع لما يلاقي لاحظت كده السلك الزموك يا عامل ازاي لو هو معلق بسوق بص كده بص كده بص كده هو بيتحرك في الاتجاهين هنا وهو بيتحرك لما يوصل لأقصى ارتفاع سواء اللي فوق او اللي تحت بيكتسب طاقة وضع وبعدين بيفقدها بعد كده على هيئة طاقة ايه حركة وبعدين يرجع يكتسب طاقة وضع ويفقدها على هيئة طاقة حركة وان شاء الله حضرتك بقى تشوف الكلام ده تفصيليا في الحص اللي جاية في قانون بقاء الطاقة الميكانيجية المقصود بالسلك الزموك يا دينا اني الفكرة كلها ان هو ايوا برافو عليك ان هو بيكتسب طاقتين وضع وحركة طاقة وضع نكتسبها من حركته لغاية لما يوصل لأقصى ارتفاعته واخصى طاقة وضع وبعدين يفقدها وتحول الى طاقة حركة تدريجية ولكنها لا تانى عدم الا عند مركز السكون اللي هو فيه الارتفاع او البعد عن موضع السكون بيسوي صفل وبعد كده بيرجع يكتسب طاقة وضع بشكل تيجل طيب يبقى قولنا نرجع معلش يا شهاب نرجع بصور على كده انا عايز تيجل طاقة الوضع المختزنة في ايه ها في الالكترونيات داخل مطارين طاقة وضع مختزنة في ايه المشدود نبص كده طاقة الوضع المختزنة في خط مطاطي مشدود على فكرة القوس ايوا بص الاخ اللي هو ده كده ايه ده هنا طاقة وضع بتكون مختزنة فيه هو عمل ايه هو سحب القوس لما يسحب القوس بالسلك او سحب السلك المطاطي الموجود في القوس ايه اللي حصل هنا سحب السلك المطاطي ادى الى ايوا ادى الى ان القوس نتحرك وبعد عن مكانه فاكتسب طاقة وضع جديدة طاقة الوضع دي ادت الى ايوا برافو عليك ادت الى ايه تحولها الى طاقة حركة في السهم فاتحرك السهم بالسرعة اللي هو اتحرك بيها لان هنا في تناسب من طاقة الحركة ومربع السرعة طيب تعالى ما معاي كبندل لا ده عندي طاقة الوضع المختزنة فيه جسم مرفوع الى اعلى حضرتك هنا لو رفعت اي كتلة ايه لها على ايه اللي هيحصلت فتكتسب طاقة وضعها يا مستر ايه ده الابل التفاح اللي موجودة في الشجرة اه تفاحة نيوتن خد بلك كل واحد فيهم بيتأثر بالجاذبية الارضية ام في الجي في الاتش يعني يحتوي على طاقة ايه وضع نتجة من وزنه ووجوده على ارتفاع وده اللي فكر فيه نيوتن وحطلنا عن طريقه قانون نيوتن ايه التاني طيب يبقى قولنا هنا مع ولادي المحترمين بس المحترم اللي معنا كده عرفنا مع بعض ايه يا طاقة الوضع اللي هي الطاقة المختزنة في الجسم نتيجة لموضعه او النتيجة اللي بس لشغل عليه عرفنا بعض الصور طب معلش نجيب الصور تاني من الاول كده من بدايتها خالص اللي هي طاقة الوضع ايوة طاقة الوضع المختزنة في الالكترونات داخل اي بطارية طاقة الوضع المختزنة في زنبوركي مشدود او في وطر مشدود او في سلك زنبوركي مشدود ها طاقة الوضع المختزنة في يلا خط مططي مشدود زي خط القوس طيب طاقة الوضع المختزنة في ايه كمان ايه في اي جسم مرفوع الى اعلى اللي بتسميها طاقة وضع التثاقلية نتيجة لوزنه طاقة الوضع المختزنة في بندول مزاع عن وضع الاتزان ودي بها برضو خاصة بالوزن خد بالك احنا قلنا هنا بتتحول طاقة الوضع لطاقة الحركة التدريج? يعني الجسم هو بيتحرك. ايوة عند اقصى ارتفاع. كانت ماكسما لطاقة الوضع. ولكن عند ما اوضع السكون اللي هي النقطة الاصلية اللي هي بيكون عندها اقصى سرعة. بيكون طاقة الوضع في الحالة دي بتسوي كم? الصف اللي ان هي بتتحول لطاقة ايه? حركة. طبعا ده ان شاء الله هناخد الحالات دي وندرسها بالتفصيل. انتظرنا في الحص اللي جاية. طيب طاقة الوضع المختزنة في المية. الموجودة في السدود او الموجودة في المتحضرات او اعلى سطح من اعلى سطح الارض. واللي احنا بنستغل لها بعد كده في ادارة في توليد طاقة حركة. ندير بها التوربينات اللي هي بتولد لنا الطاقة ايه? الكهربية. شفت بقى الموضوع مصيد جدا. الموضوع سهل. ايه يا بقى تاني صور طاقة الوضع? قلنا طاقة وضع. ده هنا انا بدي امثلة مش صور. انا بدي امثلة يا شباب. عشان لو جات لي اي شكل فيهم اقول له ايوة ده طاقة وضع. وهتتحول عندها تحريرها الى طاقة حركة. طيب احنا خدنا كده الطاقتين. طاقتان الوضع والحركة اللي هما بيحولوا الطاقة بيمثلوا الطاقة الميكانيكية. تعال كده مع بعض ناخد مثالين صغيرين عن طاقتان الوضع والحركة. وبعد كده ان شاء الله في الحص القادمة هنزود بقى الامثلة. الحص القادمة هناخد امثلة وتطبيقات على الطاقة الميكانيكية ان شاء الله عامل لك اسبوع كامل للتطبيقات على الطاقة الميكانيكية. طيب تذكر معي كده او نيرى كده مع بعض. جسم كتلته خمستاشر كيلو جرام يوجد على ارتفاع عشرة متر في سطح الارض. ايه ده يا مستر? ده دي مسألة. ما احنا قلنا ان احنا دايما بنبدأ بالمسال. المبسطة القفيفة اللي بعد كده ان شاء الله. تبقى جميلة. وفيها بقى بعد كده ناخد الافكار الاعلى. انا عندي هنا تقطب انا لتسوي ايه? ام في الجي في الاتش. ام في الجي حية الجاذبية. الاتش اللي هو الارتفاع ازا. عوض بقى. ام اللي هي كان? خمستاشر كيلو جرام. تسعة تمانية من عشرة جي. الارتفاع هنا بيقول لي ان هو على ارتفاع عشرة متر. يدرنا نجيب خلاص تقط الوضع اللي هي. طبعا حضرتك الحزبة بتاعتك معاك. طلعت الف وربعمائة وسبعين جول. خد بالك انا دايما بحاول ان انا اجيب لك المسال سواء السهل او اللي في افكار متقدمة شوية. بحاول ان يكون معظم اسئلتنا من داخل بنك المعرفة. طب يلا نشوف واحدة كنان يلا ها. رجل يرفع صندوقه تلته خمسين كيلو جرام من على الارض. الى ارتفاع عشرين متر. احسب الشغل الذي يبزره الشخص علما بعدها. ايه ده? هو عايز الشغل هنا يا مستر. ايه رايك بقى? ايه رايك? هتحسب لي الشغل هنا ازاي? تقدر تحسب الشغل? اه يا مستر. مش انت انتفعت معانا ان الشغل هو نفسه فقط الوضع? ايوة. طب وهو حضرتك هنا. ايه رايي بقى حضرتك? لان انا ممكن اقولي ان الشغل ام في الجي في الاتش. زي ما قلنا ان طقت الوضع ام في الجي في الاتش. ليه? لان هو رفع الصندوق الى اعلى. يعني ايه? فزع عن الشغل. يعني اكسابه طقة وضع. اللي هو اصبحت طقت الوضع الشغل المختزن بالجسم نتيجة. ايوة نتيجة تحريقه او نتيجة نقله بالمكان الى اخر. خلاص يبقى انا كده. البي اي دينا اللي هي عبارة عن ايه? خلاص احنا دربنا الام اللي هي الكتلة في الجي. فعاية الجزبية في الاتش في الاتفاع. طلعت البي اي لا هي طلعت البي اي هنا عندي عشر تلاف جول يا شباب مش ده دي نابل قولها من الحصة من المسالفة. طب هنا تعالا بقى نطور شوية. لدينا جسمان سين وصاب. حيث كتلة الجسم سين تساوي عشرين كيلو جرام. وكتلة الجسم ست تساوي عشر كيلو جرام. اذا كان الجسم يسين على ارتفاع ثلاثة متر من الارض. فما ارتفاع الجسم صاد بحيث يكون لكلا. من هما من الجسمين. لكل الجسمين نفس طاقة الوضع. ايه رأيك بها? انا عايزك تفكر. بستر. ما انا ممكن اجيب طاقة وضع سين. وبعدين انا سويها طاقة وضع صاد. برافو عليك. بس اجيب طاقة وضع سين ازاي? هو سين بتساوي كم عشرين كيلو جرام? وارتفاعها تلاتة. بس هو مش بيديك عاجة الجاذبية الارضية. خلاص يا بستر انا هفترض منها تسعة تمانية من عشرة. والله وهترجع تفترضها في صاد تسعة تمانية من عشرة? طب ايه رأيك بقى? لو هو كان اساسا حسب المسألة على ان عاجة الجاذبية الارضية مش تسعة تمانية من عشرة. على انها عشرة. على انها عشرة واحد من عشرة. على ان الجسم هنا? طلت عاجة الجاذبية عند خط الاستواقع وعند الخطبين. اللي هو الاماكن اللي بتقلي فيها وتزداد فيها عاجة الجاذبية الارضية. ولكن انا المسألة هنا تبقى اسهل بايه? اسهل ان انا اوجي التناسب يا شباب منهم. ازاي يا مستر? بص معي. هي المية بتساوي ايه? م في الجي في الاتش يا مستر. تمام? انا معك بقى. هو ايه بقولي بحيث يكون لكل الجسمين نفس الطاقة الوضع. وهنتفق على حاجة. اذا كانوا متفقين على ان التناسب واحد. اذا في الحالة دي او الكمية واحدة. يبقى الكميات السبتة بتحذف من القانون. يعني ايه? يعني هما الجسمين. هو ما قال ليش انه هما طبعا ارتفاعاتهم عن سطح الارض. مرغم اختلافها ولكنها. اكيد طالما ما جابش السيعة يبقى الفارق في الجي مبسط جدا بالنسبة للجسمين. اذا الجي بالنسبة لي هنا سبت. عاجة الجسمين ارضية. وهو بيقول لي يحققه نفس طاقة ايه? الوضع. اذا اصبح تناسب هنا ما بين ايه? عشان تبقى البي اي سب والجي هنا سبت. يبقى التناسب ما بين الام والاتش. في الحالة دي التناسب بين الام والاتش. هم نسبوك باقي العامل دول مضروبين في بعض. ايوة اقول لك بقى الفكرة الرئيسية اني دايما المضروب بيكون العلاقة بتاعته علاقة عكسية. والمقسوم بيكون العلاقة بتاعته علاقة ايه? طردية. يبقى ام والاتش. علاقتهم ايه? العلاقة بينهم علاقة عكسية يا مستر. يبقى. يلا اعمل لي علاقة عكسية. يعني ايه علاقة عكسية? يعني اتش واحد على اتش اتنين بتسوي ام اتنين على ام ايه? واحد. يعني واحد اتنين واتنين اصاد واحد. خد بالك انت عندك اتش سين واتش صاد. لا ده ما عنديش اتش صاد يا مستر. ولكن عندك ام سين وام صاد. طب ما تعوض يلا? اتش. اتش سين بكام? عشرة. اتش صاد بكام? مجهولة. اه ام سين. لها ام صاد بتساوي عشرين. وام سين اللي هي بتساوي كام? اه ده هنا مقلوبة يا شباب. يبقى كده. الاتش اتنين بتساوي كام? واحد ونص متر. شايف الموضوع بسيط? طب ناخد مثال سريع كده. نبص هنا بس كده جسمان علف غبيلة وما نفس الكتلة. وعلى نفس الارتفاع من سطح الارض. اه من سطحك او كبين مختلفين. اه ايه رأيك بقى هنا? هو اعطالي بالنسبة من عجلة الجاذبية الارضية المؤسرة على بي وعجلة. يعني التناسب هنا على عجلة الجاذبية. يعني قلنا مش تاخدها على طول سابتة. لسه بأكد لك الفكرة. طيب ما هو الجي. الجي بتتنسب ترديم مع البي ايه. هو هنا بيقول لي ايه? اه مديني النسبة بين تغطية الوضع. تمام. بس هنا بيقول لي نفس الكتلة ونفس الارتفاع. هي التتنسب عكسي معهم صحيح? ولكن هما الاتنين هنا سبتين. وبالتالي البي اي واحد على البي اي اتنين بتساوي. اذا تتنسب ترديم على البي ايه طبعا. اللي هي جي واحدة على جي اتنين. ولكنه هو طلب عجلة الجاذبية الارضية المؤسرة على بي? وعجلة الجاذبية المؤسرة على الف. يعني طيب جي اتنين على جي واحد. اللي هي تبقى واحد على اتنين وخمسة من عشرة. اللي هي تطلع اربعة من عشرة. ده النسبة. اه حاولت في وقت قصير كده وبسرعة. ان احنا. نكمل? طب نكمل بس مسألة واحدة كمان. مسألة واحدة كمان كده تدريب لينا. لدينا كراتان سين وسط حيث كانت كتلة الكرة سين تساوي نصف كتلة الكرة سين. طبعا هنا انا عارف ان مساء التنسب الشاب وانا مكررها كتير. وان شاء الله الحصة اللي جاية انا هعدلك نفس المساء التاني للتأكيد. وارتفاع الكرة آآ سين يساوي اربعة امسال ارتفاع الكرة سط احسب النسبة بين طاقة وضع الكرة سين وطاقة وضع الكرة سط. هو عايز بي اي واحد على البي اي اتنين. طيب ما تريد كده نطلع بس ايه? النسب. ام سين بتساوي نصف ام سط. اللي هي ام واحدة تساوي نصف ام بايه? كتلة الكرة سين تساوي نصف كتلة الكرة سط. ايه? ايه ده بقى? اتش سين بتساوي اربعة اتش سط. وباعتبار ان هما عند نفس المكان على سطح الارض. يعني باعتبار ان هما على كوكب واحد وعلى مكان يهمل معها التغير في عاجلة الجاذبية الارضية. يبقى معنا كده التنسب بين البي اي هتبقى بين الام مع الام ومع الاتش. ما انا عندي البي اي بتساوي الام في الجي في الاتش. يبقى البي اي واحد على البي اي اتنين بتساوي ايوة ترضي مع الام وترضي مع الاتش يا مستد. رابو عليك. عود بقى. اصبحت ايه? حطت ايوة عودت عن الام واحد بنص ام اتنين. قيمة بتاعتها للا خمسة وان عشر. وعودت عن اتش واحد باربعة اتش اتنين. طبعا الام اتنين هتروح مع الام اتنين والاتش اتنين هتروح مع الاتش اتنين هيفضل لي نص. فاربعة اللي هي تطلع لي كم? ايوة. اللي هي هتطلع اتنين. اللي هي في النهاية خالص. هتبقى اتنين على واحد ده النسبة. وبالتالي. يلا بقى نشوف كده النتائج. اه ده ايه ده? ده موجودة هنا في المسألة هي. الاختيار اتنين على واحد. كده يا شباب. اتمنى ان احنا نكون استفدنا. ان شاء الله في الحص القادمة. هتلاقي عدد اكتر من الامثال والتطبيقات. هتلاقي تلخيص للقوانين والحالات دي كلها. مع اطيب النتو القلبية. وشكرا يا شباب. اشتركوا في القناة.